أصبحت تذبذب عنواناً رئيسياً في العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا لا سيما مع كثرة الملفات العالقة بدون حل بين الطرفين أبرزها خلاف سد النهضة ومشكلة ترسيم الحدود تحركات وحشود عسكرية مكثفة يقوم بها الجيش الإثيوبي على الحدود الغربية مع السودان تحديداً على خط الفشقة تحركات تشي بالتجهيز لحرب وشيكة مؤكدة على عمق الأزمة بين الطرفين هذا ما يتحدث عنه عسكريون كبار في الجهتين تعزيزات أديس أبابا شملت حجد دبابات ومدفعية بعيدة المدى ومنصات صواريخة إضافة إلى تجهيز مطار عسكري في منطقة الأمهر الحدودية على الجهة المقابلة قالت مصادر من الخرطوم أن الجيش السوداني أكد استعداده للتصدي لأي هجوم إثيوبي محتمل على حدوده الشرقية وبالعودة إلى أصل المشكلة حول منطقة الفشقة فهي سودانية وفق اتفاقات بين بريطانيا وإثيوبيا عام 1902 تقول إثيوبيا إن اتفاقا بين الطرفين تم عام 1972 حدد أن يبقى الوضع على ما هو عليه أي أن إثيوبيا تبقى في هذه المنطقة حتى يتم التفاوض على ترسيم الحدود وهذا ما يرفضه السودان مع العلم أن أديس أبابا كانت قد اعترفت عام 2008 بسودانية الفشقة الخرطوم أكدت وجود وثائق تثبت أن اتفاق 72 لم يتضمن شيئا حول ترسيم جديد للحدود وإنما توضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من أراضيه لكن ما حصل في الفشقة من هجوم على جنود سودانيين كان انتهاكا سياديا تطلب تدخل الجيش للسيطرة كما أعلن السودان عن ترتيبات لعقد جولة ثالثة للجنة الحدود العليا مع إثيوبيا فاروج حسين العربية